موسيقى الهضروف الصناعي بيؤدي تقريباً 95% من وظائف الهضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة موسيقى الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90% موسيقى الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة للتدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنزار والميكروسكوب ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون موسيقى دكتور يوسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري كلية طب قصر العيني جماعة القاهرة عضو الجامعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب مدير مستشفى نيورو سباين أهلا بكم لو سألتكم وتناقشنا مع بعض كده إيه أكتر عفريت يخوفك عفريت يخوفك بيدور العفريت ده بيوسوس وبيدور في دماغ المريض اللي بيعاني من انزلاقه ضروري هقول لك إنه يتأخر في العلاج إنه يتأخر فيه إنه يذهب إلى المنظومة الطبية المتخصصة ويأخذ العلاج المتخصص على إيد الجراح المتخصص ده أكتر حاجة بتخوفني ده العفريت بنسبة لي الجراحة الملاحية تحديدا هي التي وقفت أمام هذا العفريت هذا العفريت اللي هو عفريت لا لا يخبر حاجة لنضر عصب لنقطع مش عارف إيه جاءت الجراحة الملاحية لكي ترد هذا الاتهام وهو تقول ولماذا وجدت الجراحة الملاحية ولماذا ظهرت تقنية الجراحة الملاحية أنا ظهرت الجراحة الملاحية بتكلم عن نفسها لكي أقف أمام هذا التخوف الذي كان في الماضي منطقيا وأصبح الآن نوع من حكاوي وسمر الماضي البعيد النهاردة هنسمع هذا الحوار بالتفصيل وكيف نرد على هذه العفريت وكيف التكنولوجيا الحديثة اللي في العالم كله أبهرت العالم كله في كاس العالم الطب وخدها وطبقها من قبل كاس العالم إيه هي دي التكنولوجيا دي؟ نفهمها بالتفصيل مع ضيف العزيزة الكيمة الألمية الكبيرة والإسم الرائد في عالم جراحات المخ والعصاب ضيفنا المبدأ دائما سيد دكتور يوسري الحميلي أستاذ جراحات واستشاري جراحات المخ والعصاب والعمود الفقري وجراحاته الأستاذ بكل الطب جامعة القاهرة والمؤسس ورئيس مجلس إدارة المستشفى نيورو سباين العريقة للجراحات المتخصصة أهلا بيك دكتور عيمة أهلا وسهلا الحقيقة أنا ابتكرت فكرة العفريت دي لأنه فعلا عفريت حقيقي وهو موجود وعايز أقول مش من عشرين سنة ولا حاجة ده موجود في الوقت الحاضر وبييجي وبيحضر والناس بتشوف أمثلة سيئة لعمليات العمود الفقري التي تجرى دون التبحر أو استخدام التكنولوجيا الحديثة وهو الجراح اللي معندوش التكنولوجيا دي ومعندوش الخبرة حتى في استخدام التكنولوجيا دي ممكن المستشفى يبقى عندها التكنولوجيا دي وموجود فيها بس الجراح معندوش الخبرة لا يجيد التعامل معها هيعمل عملية بالطريقة التقليدية أو هيفضل يعمل عملية بالطريقة التقليدية وهتفشل العملية أو يحصل فيها مضاعفات أو هنشوف بقى الشبح اللي بتقول عليه اللي كان دائما حتى كنا بندرسه في الكتب أسباب فشل الانزلاق الغضروفي إن العملية تتعمل على مستوى خاطئ الغضروف ما بين الفقرة الثالثة والربعة والجراح يقوم داخل يشيله الغضروف اللي ما بين الرابعة والخمسة خطأ موجود وبيبقى موجود ولازال موجود لاغته تماماً الجراحة الملاحية هنقول للناس بقى إيه الجراحة الملاحية وإحنا إزاي سبقنا التقنيات الحديثة اللي الناس بتستخدمها في إن احنا كأطباء استخدمنا الجراحة الملاحية العلم بيرجع إلى سنين طويلة قديمة علم الملاحة الملاحة التي استخدمت في تعريف السفن بالخرائط والأماكن والبلاد ده علم الملاحة اللي استخدمته السفن طول عمرها في الإبحار وبيتقدم ويتقدم رهيب جداً ثم جاء علم الطب ليستخدم الملاحة في الاستيريوتاكسي وده عمله عالم اسمه هورسلي مع مهندس اسمه كلارك في سنة 1805 اخترعوا الجهاز يتحط على الرأس يتسبت يعرف إحداثيات الأشياء التي داخل المخ لعلاج مرض الشلل الرعاش وإجراء عمليات الشلل الرعاش بدقة وقعدنا سنين نستخدم الجهاز ده لحد ما جاء الكمبيوتر وجاء مع الكمبيوتر التقنيات الإنفراريد والإنفراريد اللي هي الموجات والموجات الكهرومغناطيسية بدأنا نستخدم بقى الجراحة الملاحية بمفهوم حديث جديد جداً الناس هتقول إيه الجراحة الملاحية هقول لهم اتفرجتوا السنة دي على كاس العالم بتاع قطر وشفتوا كذا هدف يحتسب ويحتسب الحكم بطرقه التقليدية هدف ثم يأتي البار يقول إلحق اللاعب كان دراعه ماه الكرة جواها سنسور واللاعب على كل حتة في جسمه فيه سنسور وبالتالي لو اللاعب سبق الكرة السنسور على اللاعب هيدي ألارب هيباني أن اللاعب ده حتى لو دراعه أو راسه برا دخلت في منطقة الأوفصايد الهدف هيتلغي وده تلغى في كتير منهم أهداف لمسي الحاجة الثانية أنه ممكن لاعب يحتسب الهدف للاعب وهو ما لمسه الكرة وكاتت ضربت تاعة زميل اللي قابله وده حصل في كاس العالم مين عمل التطور الرهيب في تحكيم كاس العالم السنادي؟ الجراحة الملاحية الملاحة الملاحة اللي احنا استخدمناها في الجراحة من سنين وبنستخدمها علشان دقة إصابة الهدف دقة إصابة الهدف بمعنى أنه ما بقاش بقى فيه حاجة اسمها أنها أشيل غضروف وأسيب حتة منه أشيل غضروف في مكان غلط أشيل حاجة غلط من مكان هي بتؤدي وظيفة كل الإحداثيات بتاعة المريض وبتاعة المريض المثالي اللي هو ما عندوش مرض رجبين فوق بعض فيظهر لي المرض في الحتة الفلانية بضوء أحمر ولما أدخل بالآلات بتاعتي كل آلة عليها سنسور السنسور ده هيديني بدقة شديدة أنا فين وإزاي؟ وهيديني الأبعاد لو ده بقى مع جراح خبير زي لما بنلعب بمحترف في كاس العالم هنعمل إيه؟ هنحقق الهدف هنفوز هنلغي العفريت كده إحنا يعني حرقنا العفريت السنسور هو عالم مهم جدا دلوقتي السنسور هي المجسات الموضوعة في الألات المجسات الموضوعة في المناظير مجسات الموضوعة في كل شيء متحرك قريب من أي نسيج وإحنا شفنا المشهد المشهور الكورة اللي اكتشفوا إن جزء واحد من مية منها لسه ملامس للخط نتيجة السنسور طبعا في مطش اليابان وأسبانيا طبعا فقال لك لا خلاص ما عدتش هي بالقرار إن السنسور بتاعها لسه معداش بالكامل في جزء منه لسه ملامس للخط وهو ده اللي إحنا بنلاقيه بالذات بقى لما بنشيل ورم أو بنشيل غضروف مستعصي في مكان حارج جداً خانئ الحبل الشوكي أو خانئ الأعصاب وإحنا عايزين نحافظ على الأعصاب أو بنشيل ورم زي ورم لغدة النخامية من حتى سغنالة جداً بسقب صغير جداً كل هذه الإحداثيات لما ندمجها كمان مع ربط المريض بإحداثيات قياس العصب في أثناء العملية والأشعات اللي بنعملها جوه قط العمليات يبقى إحنا استخدمنا كل المنظومة العلمية مع جراحز وخبرة عالية مهو محدش هيقولي إن اللي تعود يستخدم الحاجات دي منذ نعومة أظافره وكان واحد من الحمد لله أنا كنت واحد من الناس اللي طوروا في مجال الجراحة العالمياً الجراحة الملاحية وبالذات في تطبيقاتها في المجال العمود الفقري وليه أبحاث عالمية في هذا المجال لأول مرة تكلمنا أنا وحضرتك في 2006 عن الجراحة الملاحية في اللقاء في 2006 كان في برنامج الطبيب في الوقت ده أول ما شرحنا الجراحة الملاحية في الوقت أنا بدأت مجال الجراحة الملاحية في 96 96 ما كانش بقى في 96 براه مجلس وكان المجال صعب جداً والصفر برا وتتكبد وتصرف وكمان بتاخد حاجة أنت بش عارف مستقبلها يبقى إيه في العالم كل فجأة أنت بتلاقي أنك أنت سهلت على المريض النهاردة العملية اللي بعملها من فضل الله تعالى أو عملتها من 20 و 25 سنة المريض ما بترجعلوش العملية تاني ليه؟ أنت محافظ على التركيب الطبيعي للعمود الفقري الفقرات بتاعة المريض ما تقطعش منها عدم ما تشلش منها حاجة تضعفها وحطيت شلت الغضروف وحطيت وسيلة بديلة لهذا الغضروف تضمن للمريض ده حرية الحركة وصرعت الحركة والحركة بين سيابية تم وبالتالي المرضى كتير جداً اللي بيجوني بيجوني عن تجربة سابقة يبقى إحنا زي ما بيقول إحنا النهاردة العلم خدم في أن إحنا نستخدم تطبيقات العلم مع الخبرة المثقلة مع المهارة في أن إحنا نقدم للمريض أحسن حاجة وأفضل حاجة السؤال اللي بيفرض نفسه بعد يعني لو إحنا عملنا combination أو تزاوي ما بين الجراحة الملاحية والأساليب المنظر زي المنظر أعتقد أن إحنا نبقى وصلنا في النفع بالنسبة لحالات الماضية إذا أقصر هي استحدثت الجراحة الملاحية بالأساس عشان نقدر نستخدم الوسائل محدودة التدخل ونطبقها في مجالات الجراحة في المخ والعبود الفقر وإحنا كنا جراح المخ والأعصاب رواد هذا المجال عالميا حتى الريبوتك سيرجري اللي هي الجراحة باستخدام الريبوت إحنا برضو رواد كجراح المخ والأعصاب فيها وفي استخداماتها والزراع الريبوت اللي بيعمل العملية بتوجيه من الجراح على الكمبيوتر ده من المجالات اللي جراح المخ والأعصاب لهم الريادة في هذا المجال وبالتالي إحنا الجراحة الملحية بتخدمنا في إيه؟ هعمل العملية من فتحة صغيرة جداً ما فيش حاجة يسمعها عملية بدون فتحة ده كلام بيتضحك عليكم بي يا جماعة ما فيش حاجة يسمعه أننا هدخل بالتردد الحراري أو أسع لك القناة العصبية ده كلام مش علم ده كلام اسمه تلبيس إبليس يعني بيشتغلك إحنا بندخل من فتحة صغيرة دون أن نحدث عطب في التركيب التشريحي الطبيعي للعمود الفقري أو للجمجمة وبندخل من الكوريدورز الفتحات الطبيعية الموجودة سواء كان في الموقع عن طريق الجيوب الأنفية أو سواء كان في العمود الفقري عن طريق الفتحات الموجودة ما بين الفقرات لدخول وخروج العصاب بندخل من جنبها وبندخل بطريقة شيء جداً حيث نحافظ على كل تركيبة موجودة ربنا خلاءة في العمود الفقري فلما بندخل بنضيف إضافتين الإضافة الأولى إن إحنا بنشيل مركز الإصابة أو العطب سواء كان غضروف أو ورم أو بنصلح كسر أو بنسبت كسر وبنضيف إن إحنا بنحط حاجة بديلة عن الحاجة الطبيعية اللي كانت موجودة عشان الدور يكتمل والمريض يقدر يقوم وبالتالي المريض هيطلع من العملية ما عندهش غرز فظهروا فتحة صغيرة جداً أهم حاجة كمان إنه هيقوم من العملية دي مش محتاج يلبس حزام وينم في السرير وممنوع يتقلب وممنوع ينزل لا 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 خالص بيتحرك من أول يوم بيمشي على رجل من أول يوم بيطلع سلم وينزل بيدخل يقعد على قاعدة التويلات بيقعد على قاعدة الكرسي يتشوف التلفزيون يتمشى يخرج بعد أربع خمس أيام يقدر يمارس أعمال مكتبية بسرعة يقدر يسوق العربية في خلال أربع خمس أيام وأهم من هذا إن إحنا بنضمن عدم رجوع هذه المشكلة لأن أنا عشان الحمد لله رب العالمين أعتبر إن أنا مركز ريفيرل يعني مستشفى نيوروسباين وشخصي الحمد لله بيجيني مرضى من جميع أنحاء العالم حتى من ألمانيا في أطباء ألمان بيحولوا لي مرضى في أطباء من أمريكا بيتحول لي مرضى المرضى اللي بشوفوه من جميع أنحاء العالم فيه منسبة كبيرة جداً فيها مشاكل مرتجعة عمل عملية عملتش بشكل كويس عنده مشكلة تفاقمت لدرجة إن هو في العالم المتقدم من كتر ما بيحذره من المضاعفات اترعب وخاف ومش عايز يعمل عملية وإحنا من فضل الله تعالى دائماً اعتدنا على إن إحنا نشوف أصعب المواقف مع المرضى بتوعنا مش عايز أقول مرضانا في الشرق الأوسط عندنا نوع من الإهمال شوية كمرضى بنسيب الغضروف لما يجبر بنسيب الورم لما يجبر بنسيب الغضروف لما يتفاقم ويلف حوالي الحبر الشوكي فمن بداية شغلنا في العمود الفقري والمخ من إحنا صغيرين كأطباء أنا باتكلم على الأطباء المصريين المهرة اتعودنا نعمل الحاجات الصعبة وتعودنا نحل المشاكل المستعصية كنوع من التحدي وكنوع من الإثبات الذات لإن إحنا في عالم التنافس فيه رهيب جداً ودي بقى جات نقطة نجاح عندنا كبيرة جداً يعني الغضروف المرتجع اللي عامل التصاقات حواليه اللي عامل التصاقات في الأعصاب والحبل الشوكي الورم اللي عامل التفاف كامل على الحبل الشوكي أو جو الحبل الشوكي إحنا بقينا رواض في هذا المجال من فضل الله تعالى من كتر ما اشتغلنا الحالات الصعبة بما أننا قلت العفريت لازم أقول أن فيه أماكن مسكونة يعني أماكن مسكونة يعني أماكن مقلقة برافو عليك صح فعلاً صح وهنتكلم هنشرح للناس المعنى بتاع كلمة أماكن مسكونة في عالم جراحات المخ والأعصاب أو في عالم جراحات العمودة الفقر تعني تعني الأماكن المسكونة هو بالضبط كده دايماً بنقول يا جماعة ما تخليش حد يبعلك الوهم زي الدجال اللي بيعود يقول لك عمل لك عمل وكتب لك هو ده دوع من الوهم مفيش حاجة اسمها عملية بدون جراحة مع احترام مفيش حاجة اسمها كل الحاجات اللي انتو بتسمع عنها حلو عملية بدون جراحة دي بالضبط كل الحاجات اللي بتسمع عنها دي ما هي إلا مسكنات ومثبتات للألم بشكل شيك شوية مفعولها بيبقى أقوى شوية من حقنا اللي بتاخدها في العضل بكام يوم أو بشهر أو باتنين والمشكلة بترتدي تاني دائماً إذا أردنا أن نحل مشكلة يبقى لازم نقف على السبب ونشخص السبب صح ونعالج صح فالأماكن المشبوهة هي مكان أنت عايز تهرب من الجراح ذو الخبرة وذو العلم المثقل عشان خايف يقولك عملية يا جدع هو هيقولك عملية ليه؟ لمصلحتك العملية لو هي لمصلحتك هيقولك اعمل عملية أنا 80% من مرضاي اللي بيحبوني على مدى سنين هون مرضى أنا ما عملت لهمش عملية وعالكت لهم علاج تحفظي بس عليك تحفظي بصدق وأمانة دون الخدع إذا كانوا إنديكيتر بزبط لأن 80% من الحالات اللي بتيجي بدري تقدر تعالجها علاجة حفظي دون اللجوء إلى الجراح بل بالعكس متشخص بدري وتبدي المريض روجيتة إزاي تتعامل مع المرض بتاعك ده عشان ما يتفقمش وده نقطة مهمة جدا لما يروح لمكان مشبوه واحد بيقلد الناس النجاح ويغري المريض بأنه هو العملية عند الجراح النجاح بتتكلف كتير لأنه بيحط مقاومات نجاح عالية جدا عشان يضمن النجاح فيقوم هو عامل له ضرب له في السعر عادة بتبقى الفروق بتبان في الحاجات الجوهرية وتيجي بقى مشكلة وسط عشر مرضى يحصل مشكلتين تلاتة المرضى تبقى مشكلة كبيرة جدا وعشان نحلها ندخل في إيشوز تاني الحاجة التانية إنك تستقرب حد ما عندوش التكنولوجيا والتقدم العلمي وتستخدمه كبديل لحد زو قيمة علمية وتكنولوجيا دائما لما بنقول إن أنا شخصيا بيبقى عيني وأنا بعمل أي عملية لأي مريض سواء كانت في المقا أو في العبود الفقري أنا بنافس الدول الأوروبية المتقدمة والعالم المتقدم الأول بحق وبصدق ودائما عندي مرضى كثير جدا يسفروا بعد ما يعملوا عندي عمليات ويجولوا بفيدباك الدكتور في ألمانيا قال كذا الدكتور في أمريكا قال كذا الدكتور في إيطاليا قال كذا قال في حق الكلام كويس جدا لدرجة إن الحمد لله دلوقتي بقيت بشوف مرضى متحولين لي من أمريكا ومن العالم المتقدم من ألمانيا من برلين تحديدا وبيجيني مرضى من فرانكفورت جايين على اسمي من أطباء هناك إنت مش هتقدر تعمل عملية في ألمانيا لسبب لوجستي أو أهو أو صعب أنك تعملها أو العقبات عندك في مصر الدكتور الحميلي ودرج الممتاز فالحمد لله رب العالمين لما كان عيني على الكلام ده من الأول أنا ما استغسطش في المريض بتاعي أي حاجة وبهتم جدا إن العملية بتاعتنا دي تبقى عملية تنافسية لمصلحة المريض عشان يقدر يشتغل وإحنا بنعمل عملية انزلها جدروفية ليه؟ عشان المريض ده يرجع يأكل عيش ويقف على رجله ده بيبقى حواليه أسر وبيبقى نموذج جيد وسط المجتمع عشان نمحي الجهل ونشيل بقى العفريت اللي عمالة بتتنطط حوالين الناس وده إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبلوا في ميزان حسنا كم تعبير تقال على الودن بنسبة المصابين للعمود الفقر أولهم إن أنا أقول للإنسان أنت عندك غضروف مرتجح كلمة قيلة صح؟ صحيح كلمة قيلة جدا وساعات بتبقى صدمة وبرضه عايز أقول إن ساعات بتبقى مفهومة غلط بمعنى إن فيه مريض يبقى مستعجل قوي يعمل عملية وعايز في خلال أسبوع واثنين يعمل رانين مغناطيسي ولما بيعمل رانين مغناطيسي بتظهر صور خاطئة للغضروف أو للمكان اللي تعمل فيه العملية تدي له إي حق إن فيه التهاب أو فيه تلايف أو فيه بقية غضروف والكلام ده بيحصل على فكرة وما شوفه دائما يا جماعة عايزين نقول إن الأشعة اللي بيكتبها الجراح أو الطبيب المعالج ودائما أشعة رانين المغناطيسي حتى الأمريكان عملوا في ده أبحاث كتير جدا لا يفضل إجراءها بعد العملية مباشرة لازم نستنى على الأقل لثلاث شهور علشان الأنسجة تكون أخذت الطابع الطبيعي لإن دخول العملية بيحدث بعض التغيرات في الأنسجة وبعض التفاعلات اللي ممكن تتفاهم غلط أشهر هذا وإحنا عايزين نقول الكلام ده وصلت عليه الضور وهجيب برضو صور أشعة قبل وبعد إن إحنا نبقى مركبين دعامة والمريض يستعجل راحة تأمين بتاعه عشان يرخد أجازة عملوا الأشعة ترمين مغناطيسي يبان زي هلو أو نقطة حوالين أو خطة أبيض حوالين الدعامة يقولون لا 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 ده التهاب في الدعامة ولازم تشيلها فورا وتعمل تزبيت فقرات وده مفهوم خطأ جدا تشخيص الالتهاب لا يكون بهذه الطريقة وده كلام هجيب فيه أبحاث علمية معتمدة وهجيب فيه أدلة علشان نشيل الاعتقاد الخطئ ده من عند الناس لأن فيه جراحين بيتظلموا وفيه مرضى بيتظلموا وإحنا يهمنا إن محدش يتظلم ويهمنا إن إحنا دائما ندي للناس المادة العلمية اللي تخليهم يفهموا مشاكلهم إيه بوعي تام حدش يضحك عليهم محدش يستغل احتياجهم في إنه هو يبيع لهم أي واه أو يطلع لهم عفري نظر اللي شهرة الانسلاق والغضروف يبدو إن فيه حالات مرضية تانية ظلمت جنبه يعني زي أورام الحبل الشوكي وأورام العمود الفقري ده حقيقة يعني هو خد الشهرة وفي بعض الجراحين بيبقى صعب عليهم كمان إنهم يشتغلوا أو الأورام من كتر ما هم كل معظم شغلهم بينصب في الغضروف الحقيقة كمان الأماكن الغير مجهزة بتقنيات حديثة من الصعب جدا إجراء جراحات أو أورام الحبل الشوكي والعمود الفقري فيها لإنها دي أكتر حاجة بقى بنحتاج فيها الجراحات الملحية والأشعة داخل العمليات والمنظار والمايكروسكوب وتقنيات الليزر والمجال الكهرومغناطيسي لإن هنا بقى واستحداث قياس استحداثات العصب إن إحنا نقيس درجة التوصيل في الأعصاب الطرفية مع إجراء العملية ونشوف عصب الحركة تأثر وعصب الأحساس تأثر ولا لأ التقنيات الحديثة دي خدمت قوي هذا القطاع من المرضى وبالتالي بقينا نقدر نشيل ورم من جو الحبل الشوكي ورم ضغط على الحبل الشوكي ورم في العمود الفقري كاسر فقرة وبدأ يعمل انبعاج أو ضغط شديد على الحبل الشوكي العصبي والمريض يطلع بنتيجة ممتازة جدا حتى على الأقل بعد فترة من العلاقية الطبيعة ضيف العزيزة القيمة الألماء الكبيرة الأستاذ الدكتور يسر الحميلي أستاذ واستشاري جراحات المخوى العصب والعمد الفقري الأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة المؤسس وريس مجلس الدارة المستشفيات نيورو سبايل للجراحات المتخصصة نورة الناس الحميلي شكرا للمتابعين خليكوا دايما ناس الحميلي اشتركوا في القناة